موسيقى مشاهدين أهلا بكم قبل نحو السنة طالت يد الغدر الصحفي بابل شيريميت الذي برز في العديد من وسائل الإعلام البلاروسية والروسية والأوكرانية اغتيال أودى بحياة شيريميت بعد اغتيالات عدة أودت بحياة صحفيين آخرين كان لهم دور كبير في كشف حقيقة الأحداث التي تجري على أراضي أوكرانيا وخاصة في أزائها الجنوبية والشرقية المحتلة طيب طبيعي أن توجه أصابع الاتهام إلى روسيا وغير طبيعي وغير أخلاقي أن تعمد موسكو أو أي جهة إلى كم الأفواه وتقييد الحريات واستخدام أسلوب الاغتيالات لتحقيق أدافها والتستر على أفعالها في حلقة اليوم من برنامج الضيف نناقش أساليب القمع الروسية بحق الصحافة والصحفيين المناوئين أو المعارضين للكرملين وما تقوم بها أوكرانيا من أجل التصدي للبروبغاندا الإعلامية الروسية بالمقابل ضيف حلقة اليوم هي الصحفية سفيتلانا أستفا عضو اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الصحافة والصحفيين في أوكرانيا نبدأ الحوار حول هذه المواضيع بعد هذا التقرير الذي يعرفنا عن حياة بابل شيريميت في مثل هذا اليوم وقبل سنة في صباح العشرين يوليو 2016 شهدت أحد مفترقات طرق بالعاصمة كييف انفجار سيارة كان على متنها الإعلامي والكاتب الصحفي بابل شيريميت أحد ألمع الصحفيين الذين مروا على مختلف وسائل الإعلام البلاروسية والروسية والأوكرانية لتفقد الساحة الإعلامية الأوكرانية ليس زميلاً فحسب بل واحداً من أكثر المتحمسين والمدافعين عن حرية الكلمة بابل شيريميت ولد ونشأ في بلاروسيا مثل ما قال كان دخوله عالم الصحافة صدفة بعد تخرجه في المجال المصرفي لكنه عشق هذه المهنة وعمل فيها بصدق وإخلاص وشجعة إلى آخر لحظة في حياته عمل في التلفزيون البيلاروسي وبسبب الصراع مع نظام الرئيس لوكاشينكو اعتقل وودين عدة مرات لينتقل على إثرها إلى روسيا التي عمل بها صحفياً ومقدم برامج في القناة الحكومية حيث وصف عمله السابق بالخبرة المهنية السلبية أتمنى أن تستيقض جميعاً في بهشة وصرور وراحة على الرغم من أنه لدينا العديد من المواضيع السلبية قبل أن يتعرض لعملية قتل لسنوات عاش في أوكرانيا وعمل في مختلف وسائل العلام بين الإذاعة وتلفزيون وكذا الصحافة المكتوبة كان من أشد المعارضين للاحتلال الروسي لشبي جزيرة القرم والعدوان العسكري على منطقة الدنباس شرق البلاد أنا مقتنع تماماً أن الخطط العالمية لبوتين هي تدمير أوكرانيا واعتقد أنه من غير المقبول إثارة المزاج العام بالتهديد والخوف شيريميت أيضاً عمل على تأليف العديد من الأفلام الوثائقية عن اضطهاد المعارضة البيلاروسية وحرب الشجان فضلاً عن العديد من الكتب الأخرى التي تناولت نظام أليكساندر لوكاشينكو والرئيس السابق لجورجيا ميخايل ساكاشفيلي وعلى الرغم من تهديدات بالقتل والهجمات والاعتداءات التي تعرض لها خلال حياته المهنية كان شيريميت مواجهاً لها بقوة ووصل انتقاده لجميعها ياكل السلطة ونتيجةً لشجاعته في عمله تحصل على جائزة حرية الصحافة الدولية في العام ثمانين وتسعين تسعمائة وألف كان لديه عبارة عاش بها طوال حياته القوة ليست في القوة بل القوة في الحقيقة أهلا بك سيدة أستافة ما هي نتائج التحقيقات التي تم التوصل إليها خلال عام بعد الاغتيال؟ الأمس واليوم قدم قسم الشرطة الجنائية ووزارة الداخلية والنيابة العامة نتائج جديدة عن طريق دلالات مئات الشهود والاستماع إلى المكالمات الهاتفية المسجلة ولكن للأسف لم يكن أي منها إيجابياً ليس هناك أي متهمين أو مشتبهين هذا ما صرح به المتحدث باسم وزارة الداخلية أرتيوم شفشينكو خلال أحياء ذكر اغتيال الصحفي شرمت يوم الخميس الفائد كل الذين تواجدوا هناك رغبوا بتوجيه نداء إلى المسؤولين ومكتب الرئيس ووزارة الخارجية ليقوموا بالتحقيقات اللازمة للوصول إلى نتائج إيجابية للتحقيقات ووقعت هذا النداء مئات المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان والمنظمات الإعلامية ومنظمات حماية حقوق الإعلاميين والصحفيين واعترضوا على التحقيقات السابقة التي كانت غامضة إلى حد ما فلم تخبرنا شرطة الجنائية بما قاموا به من تحقيقات ربما كان بإمكاننا المساعدة في هذا الأمر لقد توجهوا فعلا إلى بعض الصحفيين ووسائل الإعلام للحصول على بعض المعلومات التي قد تساعدهم في التحقيق وتم التحدث حول هذا الأمر قبل عام وكذلك في الثامن من شهر فبراير حيث كان هناك مؤتمر صحفي كبير للسياسي الأوكراني أرسين أواكا الذي تحدث في هذا الأمر اليوم للأسف لم يكن هناك أي شيء إيجابي لنقوله كان هناك الكثير من الصحفيين المتفائلين بنتائج إيجابية في هذا الأمر اليوم تقول الشرطة الجنائية بأنها تحرص على الحفاظ على سرية تحقيق إلى حد التوصل إلى نتيجة ما ولكن لماذا اغتيل بابل بالتحديد لقد تحدثنا عن ذلك لما بابل فهو لم يكن ذاك صحفي ذو التوجهات السياسية المعادية للحكومة الأوكرانية أو الروسية أو البلاروسية ولم يكن بمحض الصدفة أن أحدى الاحتمالات هو ضلوع يدا روسيا ما هو هدف روسيا من ذلك أكرر أنه لم يكن ذاك المعادي أو الناقض الكبير لروسيا لكنه يبقى وسيلة لزعزعة الأمن والاستقرار في أوكرانيا ولوصف الوضع في أوكرانيا بالسيء والنظام بالديكتاتوري حيث يختال صحفيون لتوجهاتهم السياسية بالإضافة إلى أنه تزوج من رئيسة تحرير صحيفة أوكرانيسكا برافدا نحاول أن نربط قضية اغتيال شيرميتف باختيال المحرر في ذات الصحيفة فاليري جانغادزي فمنذ عشر سنوات وحتى الآن لم يتم إيجاد أو التوصل ضمن تحقيقات إلى أي دليل لذا لسنا متفائلين في إطار إيجاد أي دليل على هذا الاختيال خلال السنوات القليلة الماضية شهدنا العديد من اغتيالات الصحفيين لماذا يستهدف الصحفيون؟ تحدث الاختيالات ليس فقط في أوكرانيا ولكن في بلاد أخرى أيضا هذه واحدة من المهن الخطرة الاختيالات التي حدثت في أوكرانيا أرجح أن تكون لدوافع سياسية هناك فائدة ما لأحدهم بالاختيال وحقيقة ما في هذا الأمر تحدث كذلك كثيرا من الاختيالات بسبب الحرب فهذه الاختيالات ترتبط في أوكرانيا بما يحدث في الشرق الأوكراني وكذلك باحتلال روسيا لشبه جزيرة القرن هناك أيضا جهات أوكرانية تعتبر أن الصحفيين يجب أن لا ينتقدوا الحكومة ولكن من جهة أخرى الصحفيون يجب أن يقولوا الحقيقة بالطبع إذا كان هناك سر حكومي عليهم كتمه أما إذا كان الحديث عن صرق أو فساد في الجيش فعليهم أن يسلطوا الضوء عليه ويتحدثوا عنه فهذا سيدل على وطنيتهم خلال ثلاث سنوات كانت أصابع الاتهام تتوجه نحو روسيا روسيا لديها مؤسسات إعلامية قوية ومتطورة فلماذا تتوجه نحو الاغتيال؟ هي تفعل كل شيء لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا هذا ما نقرأه في مختلف المصادر قرر بوتين عدم احتلال مناطق أخرى في أوكرانيا وتحول إلى الاعتماد على وسائل أخرى لزعزعة الاستقرار فيها كالاعتماد على الحرب الإعلامية أو البروبغاندا وكذلك زعزعة الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد والهدف هو إضعاف أوكرانيا كدولة وحكومة بالمقارنة مع الصحفيين في الدول الأخرى كروسيا مثلا كيف تقيمين وضع الصحفيين في أوكرانيا من ناحية حرية الصحافة؟ طبعا لتصنيف المنظمات العالمية لم يزد الوضع سوءا ولكننا نعيش في حالة حرب هذا أولا وثانيا هناك الكثير من المنظمات الحربية التي أوجدت موقع ميرات ووريس كانوا على خلاف مع الصحفيين الذين كانوا يقولون حقائق عن قضايا فسادة في الجيش الأوكراني وقالوا بأنهم ليس مخلصين لوطنهم هذه الخلافات كانت في احتداد كبير فيما مضى هي الآن في وضع أفضل ولكنها لم تحل بعد يبقى هناك موقع حيث توجد قائمته الصحفيين الأوكرانيين ما هو وضع الصحفيين هنا؟ بشكل عام ليس هناك رقابة على الصحفيين كما كانت من قبل وليس هناك محظورات ولكن هناك رقابة خاصة على الصحفيين الذين يعملون في الوسائل الإعلامية الخاصة والذين لن يكتبوا تقريرا أو خبرا ضد مالك القناة أو الصحيفة أو ما يلحق الضرر بعمله حتى لو كان هذا ضمن اهتمامات المجتمع المحلي للأسف اليوم في أوكرانيا بسبب ضعف الترويج وصدق الإعلانات وكثرة وسائل الإعلام لم تصبح الصحافة مشروعا تجاريا أو مهنة تجارية بعد تقريبا كل وسائل الإعلام حتى تجاريا منها تعتمد على دعم المالك أو المستثمر الذي لا يضع أمامه هدف تحويل المشروع إلى عمل ربحي فبالنسبة للكثير من مالكي القنوات يعتبرونها شيئا من الرفاهية وأساسيات الحياة المخملية يجب أن يمتلكوا ملاعبهم الخاصة قناتهم وحزبهم وهذا بالطبع يؤثر على حرية الصحافة دعيني إذن أعود إلى موضوعنا السابق في حال تحدثنا عن مواجهة الصحفيين الأوكرانيين تقيمين للبروبغاندا الروسية فخلال الثلاث السنوات الماضية تأسست وسائل إعلام جديدة كيو اي تي في وتفعلت وكالة الأنباء الرسمية أوكرينفورم كيف تقيمين مثل هذه الأعمال هذا أيضا محل نقاش كبير وبالنسبة لنا نتمسك بفكرة أن وسائل الإعلام يجب أن لا تتوجه فقط نحو الدعاية المضادة أو البروبغاندا ولكنكم حالة خاصة فأنتم قناة حكومية أنتم القناة الحكومية الوحيدة في أوكرانيا القنوات الحكومية الأخرى اتحدت مع جهات خاصة بقيت فقط قناة البرلمان الرادة وأنتم أما بالنسبة للبروبغاندا يجب أن تحارب من قبل وزارة سياسة المعلومات أوكرينفورم أيضا وكالة أنباء حكومية أما لباقي وسائل الإعلام مهمة أخرى وهي تقديم الحقيقة عن الحكومة الأوكرانية للبيت الداخلي شكرا جزيلا لك نشكر الصحفية سفيتلانا وصطفاء عضوة لجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الصحافة والصحفيين في أوكرانيا كانت معنا في برنامج الضيف مشاهدين لكم مني أنا صفوان جولاقو من فريق البرنامج أطيب التحية في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة